السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم معكم شادي عبدو من شركة مع تخطيلة حركات الاسواء النهاردة تلاتين مارس الفين واحد وعشرين. هنبدأ مع اليورو مقابل دولار امريكي على الفاصل الزمن اليومي. طبعا كنا اتكلمنا قبل كده عن اهمية وقود مستوى الواحد فاصل سبعتاشر او الواحد فاصل آآ تمامتاشر. حاليا نتحول هذا المستوى الى مستوى آآ مقاوم مقوي طبعا اتكلمنا عنده الاسبوع اللي فات في نهاية الاسبوع يوم الجمعة. وقلنا ان آآ المستوى ده ممكن ان هو يمثل عقبة امام اليورو فان هو يدفعه آآ لمزيد من الهبوط يعني يمنعه من الصعود. وبالتالي انا شايف الى الان احنا عندنا فرصة كويسة جدا للدخول بيع طالما استمرت تداول اسفل واحد فاصل تمنتاشر للواحد فاصل تمنتاشر خمسة وتعياتين يعني تقريبا منتكلم في المنطقة دي كده. خلنا اوضحها لكم على الرسم البياني المنطقة دي كده. طالما استمرت تداول تحتها يبقى احنا نتوقع مزيد من الهبوط ليصل الزوج الى الواحد فاصل آآ سبعتاشر والواحد فاصل تقريبا ستاشر خمسين. طبعا ده معنا انك ممكن توقف الخسارة بتاعك يكون اعلى الواحد فاصل تمنتاشر خمسة وتعياتين. وقدامك الطريق مفتوح الى الواحد فاصل سبعتاشر واحد فاصل ستاشر خمسين تقريبا نتكلم في عدد نقاط يعني آآ ممكن تقريبا حوالي مية وخمسين نقطة او مية نقطة تقريبا مع وقف اخسارة اعتبر معقول. ده بالنسبة ليه اليورو بنتوقع له مزيد من الهبوط طالما استمعت تداول اسفل منطية الواحد فاصل تمنتاشر ليه واحد فاصل تمنتاشر خمسة وتلاتين. طبعا بيتبدل السيناريو تماما في حاجة كسر الواحد فاصل تمنتاشر خمسة وتلاتين. تعالوا ننتقل الى الذهب على اليومي بخلاص بيقترب من مستوى الالف وستمية خمسة وسبعين. وقلنا قبل كده ان هو ارتد صعودا حول هذه المستويات سابقا وبالتالي ممكن للمرة التالتة آآ يصعد برضو. ولكن الفكرة هنا ان آآ يعني المستوى اللي بيبقى فيه ملامسات كتير من السعر بيضعف. يعني مع المرة الاولى بيبقى كويس التانية بيبقى يعني اقل شوية. مع التالتة بيبدأ ان هو يضعف مع الرابع يضعف اكتر وهكزا. فهل احنا ممكن نشوف هنا بعض العوامل الشرائية طبعا في زخم هبوطي قوي. قلنا يوم الجمعة ان هو طالما استمعت داول اسفل الف سبعمية خمسة وستين. في احتمال نشوف تاني عند الالف وستمية خمسة وسبعين. هل هيبدأ ان هو يعني يتراجع شوية ويبدأ ان هو يظهر اشارات ايجابية اعلى الالف وستمية خمسة وسبعين وبعدها ممكن ندخل اشارة تانية استعدى في الالف وسبعمية خمسة وستين. ولا هيكسر ويكمل هبوط. والموضوع ده هيزهر بشكل واضح جدا لو آآ لاحظنا سلوك السعر في المنطقة ديت مع اقتراب السعر من الالف وستمية خمسة وسبعين. ده اما حاجة في الموضوع. يعني هنستخدم مؤشر النظر والمراقبة في آآ آآ متابعة هذا المستوى عن قرب عشان نشوف هل هيحصل فيه تباطؤ في حركة السعر ويبدأ ويبدأ ان هو يعطي آآ اشارات ايجابية مع آآ زخم شراء ويبدأ ان هو يصعد مرة اخرى ولا هيستكمل هبوطه بقوة ويصل الى الالف وستمية وتلاتين والف وستمية وعشرين. ده هيزهر طبعا تدولات الاسبوع ده. لازم نتابع المستوى ده عن قرب. تعالوا ننتقل الى الاستليني على الاربع ساعات. الاستليني برضو بيوفر فرصة يعني نوعا ما معقولة. عندنا هنا يعني ما فيش اي مكان ممكن ندخل منه السوق الوقتي الا لو انتظرنا لحين وصوله الى واحد فاصل ستة وتلاتين تسعة وسبعين او تمانين تقريبا. يعني لو ممكن هندخل دلوقتي هندخل بس هيبقى وقف الخسارة بتاعك مسلا اه حوالي مية وعشرين نقطة عشان بتاعك او العائد بتاعك يكون حوالي سبعين نقطة. فاذا الموضوع هنا هيبقى بشكل كبير يعني فيه رزك عالي. فاذا اه الافضل ننتظره الحين وصوله الى واحد فاصل اه ستة وتلاتين تعمية وسبعين تقريبا في الرينجر دي كده عند المنطقة دي. يعني دي منطقة دعم قوية جدا. المنطقة المنطقة تحت دي كلها. فننتظره عندها هنشوف هل ممكن بقى يعني يظهر اشارات ايجابية او لا. احنا الهدف بتاعنا اننا ندخل السوق من اماكن آآ فرصة الانعكاس منها تبقى عالية قوي. يعني فرصة ان الزوج يصل الى المستهدفة تبقى عالية. فده بيوفروا آآ الدخول من القمم او القيعان من اللي هي المناطق تشبع شرائع او التشبع على البيعي. لكن احنا هنا في منتصف الطريق وبالتالي من الصعب دخول السوق دلوقتي اولا هيدخل ممكن يدخل بعض الصغير خالص واقفوا يعمل حسابه ان الوقف هيبقى آآ اكتر من المستهدف فننتظره عند الواحد فاصل ستة وتلاتين تسعة وسبعين ان شاء الله هنتابع معاكم طبعا على مدار الاسبوع لو في اي تحديثات هننزل مباشرة انتحلات على موقع شركة بوينت. دعاونا انتقل الى الفضة اخيرا على الفاصل الزمني للاربع ساعات طبعا آآ احنا كنا بدأنا مع الفضة لما كان عند تقريبا منطق دي. يعني كنا نتكلم هنا كان عند الستة وعشرين خمسين تقريبا. وقلنا ان هو في احتمال ينزل لو استعمال التداول الاسفل هزا المستوى بالفعل اهو استكمل هبوطه ووصل حاليا دلوقتي الى الاربعة وعشرين آآ عشرة اربعة وعشرين سبعة وعشرين حاليا في الساعة الحالي. وبالتالي دي بتعتبر منطقة آآ المنطقة التحت دي منطقة دعم قوية جدا. فاذا احنا ننتظر حاجة من اتنانية. اما اختراق للمستوى الاربعة وعشرين. ويغلق عايزين بقى يغلق يوم يبقى اسفل منه عشان نتأكد من صحة الكسر. او يظهر اشارات طباطه هنا يظهر اشارات ايجابية ويبدأ في العودة مرة اخرى الى خط اتجاه الهابط لتعزيز الاتجاء الهابوطي بارتكاز رابع اسفل هذا المستوى لاستكمال الهابوط لاحقا. فهو برضو في منطقة ترقب او منطقة مشاهدة ولازم نتابعه عن قرب. آآ ننتظره بس نشوف هيعمل ايه خلال الفترة القادمة هل هيوزهر اشارات ايجابية هنا ويصعد الى خط اتجاه الهابط ولا هيستكمل هبوطه. بشكل عام هو فيه هبوط طرح ما استمرت ده الاسفل خط اتجاه الهابط ده بيضع عليه ضغط بيعي قوي ممكن ان هو يستكمل هبوطه. ولكن احنا محتاجين نقطة ندخل منها السوق. احنا ما يهمناش عاملة ازاي? او آآ اتجاه السوق بشكل عام عاملة ازاي? يعني سهل ان حد يطلع يتكلم وقول اتجاه صاعد او هبط ولكن نقاط الدخول هي اهم حاجة في الموضوع. وعايزين نقاط دخول يكون احتمالية الانعكاس منها تكون قليلة جدا. يعني زي ما قلنا من عند خط الاتجاه الهابط هنا او في حالة كسر خط اللي هو المستوى الدعم اللي تحت ده اللي هو من سؤال الاربعة وعشرين باغلاق يوم على الاقل ده ممكن يدفعوا له التلاتة وعشرين خمسين والتلاتة وعشرين تلاتين. اتمنى يكون التحليل واضح ولمزيد من التحليلات والتحديثات تابعونا على قناة تليجرام الخاصة بشركة بوينت. اتمنى التوفير لجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.